احتفلت مؤسسة المرأة العربية في مركز الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت بمناسبة مروري 25 عاماً على تأسيسها وقد تخلل الاحتفال الذي حضره حوالي 200 من المانحين والأصدقاء الداعمين تقديم النصح للمرأة العربية في مواضيع تهمها وتهم أسرتها ومجتمعها ومن أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها العنف المنزلي وطرق معالجة المشاكل الأسرية من خلال إنشاء مشاريع ريادية وأعمال ناجحة إضافة إلى تحسين قوانين العمل الخاصة بالمرأة هذا بالإضافة إلى التركيز على الصحة النفسية والاجتماعية للمرأة العربية وتحدث في الاحتفال عدد من النساء المشاركات من عدة دول عربية حول التحديات التي تواجه المرأة العربية برعاية القائمة بأعمال النائب البطرييركي للاتين في الأردن الأبي الدكتور جهاد الشويحات وبحضور الأبي الدكتور أشرف النمري الأمين العام للأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن وعدد من الآباء الكهنة والأخوات الرهبات ومديري مدارس الأمانة وجمع من الشخصيات تم تكريم الطلبة المتفوقين في ثنوية العامة لمدارس الأمانة على مسرح كلية ترسنطا ومن بعض النتائج المتفوقين حصول الطالبة تانيا غدير على المركز الأول في المملكة في الفرع العلمي والطالبة مها فايز نصار الأولى على الفرع الأدبي وكلتا هما من طالبات مدرسة راهبات الوردية لشميساني وقد قدمت إدارات المدارس لطلبتها المتفوقين التهاني القلبية متمنية للجميع التوفيق في حياتهم المستقبلية اشتركوا في القناة